بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على خير البرية الموضوع دياليوم اخواني اخواتي المتتبعين متتبعين قناتي هو تتم الجولة الخفيفة الضريفة اللي كنا درنا في المشتل ديالسي حسين هو تتعذر عليه باش يواكب معنا هاد الجولة ومشكور من هاد المنبر هو متخصص في النباتات وتنصيق وصيانة الحضائق وتصميم ديالها بسم الله على بركة الله هادي اللي كتشوفو امامكم هو الابسكوس اللي كيدير ديك الورضاء الزهر الحمراء وهادي اللي كاشجرة عالية هي الاروكاريا هادي هنا كبيرة غنشوفو في القدام كانين وحدين صغار كيجوف اسسات كنحطوهم في المداخل ديال الحضائق ولا المنازل ديالنا ولا في الاسطح وهاد الهنايا كين هادو ديال النباتات ديال الطل اللي كان ديرو في الداخل في البيوت ديالنا وايضا كينين اسسات وكون نبتولو والشكل ديال اسس اللي غاي الحجم يعني اللي غاي والمها هادي اللي كتشوفو قصيرة هي توية او للعرعار وهادي اللي امامنا وهي الاروكاريا كيما كتشوفو امامكم هاد نبتاج ميلا وشيك كتجي في الجردة زوينة بزاف هادي اللي قدامنا بباناشي وهي هو الفيكو ستارلايت وهاد اللي تحت ما عرف شوش كيبين هو هاد الاخضر الغامق وهادي اللي بباناشي هي الكوبروزما وهادي الميوبوروم كتدير واحد الزهرة بيضاء كخيمي واش را نقول لكم هاد المشتن العجيب فيها تقريبا يعني جميع الانواع النباتات تقدر تلقاها لا ديال الضل ولا ديال الشمس بحالها ديال اللي كنشوفو دابا هي ديال الضل هاديك سباطي في لوم كتدير واحد زهرة بيضاء كما كتبعنش مزيان وهو الزنبق الزنبق السلام زينبق السلام وهادي اللي كتشوفو كينا الكوطان كينا دراسينا كينا الدفن باخية يعني مجموعة تعل النباتات ديال الداخل والانسان لابغاشي حاجة كيختار النباتة وكياخد تعليمات من عند صاحب المشتل واش يحط فضل واش هاد النباتة ديال الشمس واش حال من المرة يسقيها فين يحطها يعني مجموعة الحوايج اللي كتحتاج النباتة كيقدر يساعدكم بها صاحب ديال المشتل وانا كان صاحب هاد القادية اي واحد بغاي شريش نبتا ويربيها في البيت ديال ولا بدا يدل لها واحد لا فيش تيكنيك باش يعرف شنو الحتياجة ديالها باش ما تموتش معاها النباتة هادي اللي كنشوفو هنا في القصب هي هيدرا وايضا كنقولو لها حبل مسكين وهاد اللوايا كتطلع مع الحيط وكتدير واحد لشكل جميل وهي ما كتحتاش قاع بزاف تع العناية يعني كتكبر وكتجود بزاف وكتدير واحد طابلو زوين مجمع خداري تحفا هادي اللي كنشوفو دابا كما قلناها هيدرا الوايا وهادي فيكو ستار لايتس وهادي الفينيكس روبي نيلي نوع من الناخيل وهادي القصيرة اللي في الاخضر هي الكوبروزما ها هي أمامنا الكوبروزما ها هي قصيرة معروفة هاد الكوبروزما بالفجيتاسيون ديالها ما كنحتمدوش على الظهور هادي الشيفليرا كتجي في الضل وكتجي في الشمس زوين هاد الشيفليرا عندها واحد شعبية كبيرة عند الناس وهادي اللي كنقز دروكا هي الكاليستيموم هادا واحد النوع ديال الشجر كيدير واحد الزهرة سبيسيال كيسموها غانس بوتاي زوين واحد الزهرة في الأحمر هادي اللي هنا في التحت هو الطوان وهادي الكوبروزما بطعنا الشي هاية أمامنا شفنا اللي لولا كانت كوبروزما عادية وهادي الكوبروزما بطعنا الشي وهادو كلهم تقريبا نباتات هادو اللي برة نباتات كيمشوف في الشمس وكيني النباتات كيمشوف في الضل الواحد مني كيبغي يشري شي حاجة كي يسول المنبت المنبت على هادو المعلومات هما حويجات صغار ولكرا كيفيدوه مني كيبشي البيت ديالو باش ديك النبتة ما تموتش وانا كان نصح دائما بان اي نبتة كيف ما بغد تكون خص واحد يعتني بها مش واحد يعطي الماء وجيل اخر يعطي الماء حتى هذيك اسمتها لقدر الله هذيك النبتة كتموت او لقد تعطش وقدتنسى لذلك دائما نبتة مني كانتو هالبيت ديالنا خصنا ندرولها واحد لا فيش تيكنيك منتبعوا معاها بحال شو واحد منتبع عن الطبيب حيط النبات كيحس الصلاة والسلام على رسول الله